أحبتي في المسيح يا مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج المجلة السعودية واليوم حيكون عندنا موضوع مهم جدا وهو الله المخلص خلكم معنا عشان تعرفون الجواب أحبتي في المسيح أحبتكم مجددا مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين المكررة واليوم نتكلم عن الله المخلص إن موضوع الخلاص موضوع أساسي في الإيمان المسيحي وفكر بوليس الرسول ينطلق من الخلاص فقد اكتشف أن جميع البشر خطأوا وبالتالي هم هالكون فكيف ومن أي شيء يخلصنا المسيحي هذا هو السؤال اللي بنحاول نجاوب عليه اليوم هنّا تعودنا أن نربط موضوع الخلاص بالخطيئة الأصلية وفي هذا شيء من الصحة ولكن الخلاص هو أهم وأوسع وأقدم بكثير إنصح التعبير من الخطيئة قد يسع فهم كلمة الخلاص بشكل أو بآخر علشان كده خلنا نحاول فهم معناها عندما أخلص فأنا أخلص من شيء ما وبالمقابل يعطي لي شيء آخر أفضل فعندما أخلص من مشكلة أحصل على الفرح فالخلاص من الخطيئة يعني الخلاص من نتيجة الخطيئة وهو الموت وعندما أخلص من الموت إيش أخد؟ أخد حياة يعني الخلاص هو هبة الحياة فقبلنا بهذا التعريف تصبح عملية الخلاص الأولى عملية الخلق ذاتها حيث أعطى الله الحياة للبشر فالخلاص هو أوسع بكثير من موضوع الخطيئة وإن كان يشمل أيضا الخلاص من الخطيئة لكن هذا يأتي في مرحلة أخرى وكتجديد للعطية الأساسية التي رفضها الإنسان بسبب الخطيئة عادة حنا نقول أن المسيح تجسد وسكن بيننا علشان يخلصنا من الخطيئة هذا يعني أن الخطيئة هي اللي فرضت تجسد المسيح فلولوم تكون هناك خطيئة لما تجسد المسيح ولكن الكتاب المقدس بوجه عام والإنجيل بوجه خاص يقول لنا أن المسيح تجسد لأنه يحبنا واللي يحب يبقى يبتحد بالحبيب وهذا هو الزواج وقد سبق لنا وقلنا أن الله تزوج البشرية هذه هي الصداقة الحقيقية التي يتحد فيها الصديقان بالروح الواحد اللي يجمعهم من يحب يريد ويسعى أن يشارك المحبوب في كل ما يعيشه من فرح وحزن من فقر وغنى في السراء وضراء مثل ما يقولون المسيح أتى وسكن بيننا علشان يشترك معنا في كل شيء في كل ما يعيشه الإنسان في كل ما يجعله إنسان أي أن المسيح جاء ليتضامن معنا ويشاطرنا وضعنا الإنساني وهذه الفكرة حنتوقف عندها خلنا لنرجع لموضوعنا المسيح جاء علشان يخلصنا من الخطيئة اللي هي عدم ثقة الإنسان بالله وهي مرتبطة بحرية الإنسان وعدم الثقة يعني عدم الثقة بحب الله لنا ولهذا السبب يسعى الإنسان كما سبق ورأينا للحصول وحده على الحياة بأعماله وبعيدا عن الله هذا اللي يخلي الإنسان يسعى إلى التسلط وإلى استغلال الآخرين علشان يثبت لنفسه أنه محبوب يسعى إلى الملكية إلى المركزية والمحورية لأن الناس بنظره تحب الأغنية مثلا وعندما تزول تلك الملكية إيلا لنفسه وحيد والزواج في أيامنا مع الأسف أصبح مبني على هذا الأساس بدل أن يبنى على الحب المسيح يخلصنا من الخطيئة أي أنه يخلصنا من كل ما يمنعنا أن نكون بشر من جميع أنواع العبوديات التي تسخرنا وتسلب إرادتنا وحريتنا وخيرا فإن المسيح يخلصنا من الموت والرب يبارك السامعين آمين اشتركوا في القناة 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 بشر عادي حاله حالنا اللهم تميز بانه مولود بدون اب او كان يملك طبيعة ثانية بالاضافة الى طبيعة البشرية يقول المسيح في القرآن اني اخلق لكم من الطين كحيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئوا الاكمأة والابرصة واحيي الموت باذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فالمسيح هنا يقول اني اخلق وحط خطين دعت كلمة اخلق اني اخلق لكم من الطين كحيئة الطير يعني على شكل طير فانفخ فيه فيكون طيرا يعني من شبه طير الى طير يطير تدب فيه الحياة وبنفخ فقط من السيد المسيح لكن غريبة مش القرآن يقول والتي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا يعني نفخة الله وهبت حياة ونفخة المسيح هم وهبت حياة فهل تحدث القرآن عن اي شخص وهب الحياة غير السيد المسيح او هل تعتقد ان السيد المسيح بشر عادي كان يتعامل مع الجسم البشري وكأنه صنع يديه يخلق العيون ويرجع الاطراف المبتورة ويطهر الابرس ويعالج الاعرج ويشفي المريض فهل الانسان العادي يقدر يسوي نفس الاشياء اللي يقوم فيه السيد المسيح كانت الروح تحت تصرف السيد المسيح يرسله يمين يوديه شمال يحيي بيها موته يهب منها حياة فمن يملك سلطان على الروح الا صاحب الروح واحده كان المسيح يعلم الغيب ويعرف ماضي الناس ونياتهم وارزاقهم وايش ياكلون وايش يشربون وايش يتدخرون فهل فيه احد يعلم الغيب الا الله وحده هل فيه احد من البشر يشبه المسيح واذا ما فيه مثله اجل من يكون انسان نبي كريم مؤيد بالروح القدس صح تعتقد انك كذا حليت المشكلة او عقدت اكثر هل تعتقد ان الله يوزع قدراته وصفاته على الناس يشاركون فيها واذا كان يوزعها فليه يخص المسيح بالذات بكل ذا المعجزات والآيات دون غيره من الانبياء ليه ما ايد اشرف الانبياء والمرسلين بالروح القدس هو خاتم الانبياء ورسالة اخر الرسالات واكيد هو او لو احوج تكون له كل ذا المعجزات فشمعني المسيح بس ليش المسيح بس من ولادته الى صعود مختلف تذكر الاحاديث الاسلامية ان السيد المسيح الوحيد في الخليقة المقدس بلا خطيئة فكل بني آدم مسهم الشيطان الا المسيح ابن مريم فهو المعصوم من كل اثم ودنس لكن بشر عادي انسانه بشر عادي يعني قوة وسلطان وآيات ومعجزات وقداسة فممكن تسأل نفسك من يكون ليش هو بس القادر على كل شيء اسأل نفسك هل عادي كل دا الامور تصدر من انسان طبيعي مثلي ومثلك السيد المسيح كان آية متحركة لمسته تهب شفاء وقوة كان يقول للشيء كن فيكون اشفي اطهر قم ابكم اخرج كل شيء به كان ومن غيره لم يكن شيء مما كان به كانت الحياة والحياة نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه انه المسيح فقط وليس احد سواه يقول انا والاب واحد الذي رآني فقد رأى الاب هذا هو المسيح في القرآن والانجيل يخلق ويحي ويهب حياة يشفي ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويتصرف بالروح وكل هذا بمجرد كلمة كن فيكون يقدم المحبة وينشر السلام ويعلم الناس فمن له أن يفعل كل ذلك أو يقدر عليه إلا الله وحده الموضوع مش فكرة تحولت إلى حقيقة الموضوع حقيقة تحولت إلى واقع نعم إن المسيح ابن مريم هو الله المتجسد فعلا جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل وينقذ ما قد هلك عاش بيننا وتحمل أو جاعنا ومات جسده على الصليب لأجلنا وقام في اليوم الثالث مش إحنا المختلفين فيه لأننا نعرفه تمام المعرفة لكن حاول أنت تتعرف عليه فعظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وشكرا لكم على المتابعة وأشوفكم على خير في الأسبوع القادم في أمان الله يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني يا الله اسمع صلاتي وصغى إلى كلامي لأن غرباء قاموا علي وعتاتهم يسعون إلى قتلي وما خلوا الله قدام عيونهم هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي يرد الشر على عدويني وبحق قعد لك استأصلهم طوع أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحبتي في المسيح وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية وهذه الفقرة اللي كلنا ننتظرها وحصاد كل العمل اللي هي فقرة الاختبارات نشوف هذا الاختبار اللي وصلنا من الأخ زين خام مرحبا أخ خالد أحب أن أشارك اختباري أنا لست مسلم سابق بل من عائلة مسيحية ولكني تركت الإيمان المسيحي وتبعت النظريات العلمية كنظرية داروين وغيرها لمدة طويلة من الزمن عندما صابت في وجه الحياة لم أعد إلى المسيح لكني ذهبت إلى ديانات الصين والهند غير أن الله لم ينساني بل شأن يعيدني إلى حضيرته فترأى لي في أحلام كثيرة فتركت النظريات العلمية والديانات الأخرى وعدت إلى الإيمان الصحيح الإيمان المسيحي الآن عندما أنظر إلى الوراء أتعجب من سزاجتي مع أني أعتبر من المثقفين كيف أنكرت وجود الله مع أن الكون كله يحدث بعمل يديه غير أنه بسبب تعرفي على ديانات أخرى أعرف الآن أن المسيحية وحدها هي الصحيحة لأنها وحدها فيها فضاء الله للإنسان آمين الرب يباركك يا أخي المبارك زين وتكون ثمر يعني أنت تذكرني بفلومون اللي قال عنه العلو راح لكن لكي يعود إلى حضيرة الله وإلى الأبد آمين الرب يباركك وتكون أنت ربنا رجعك عشان ربنا يبغي استخدمك لترجيع الآخرين أحبيتي في المسيح وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم من المجلة السعودية وإلى اللقاء في الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقم